القصة بالنسبة لنا في الاهلي هنا أو لما بنحاول ان احنا نفكر مكان ميستر كولر الظروف صعبة جدا لانه خد بالك انت نمر واحد طبعا جاي من راحة سلبية 6 ايام يعني راحة سلبية طويلة شوية يمكن ميستر كولر كان شايف ليها أسباب معينة لكن في النهاية هو صاحب القرار هو اللي بيقدر يقدر الفريق محتاج ايه لكن مع عودة النهاردة للتدريبات تتكلم في انه النهاردة الحد يعني قدامك 2 و 3 و 4 و 5 اربع طيام الحد والاتنين والتلات انت بتفتقد 11 من العناصر الدولية اش هقول لأساسية لانه اللي موجودين حاليا في منهم كتير جدا يلعب اساسي وانت متطم يعني انت من سكواد الاهلي النهاردة تقدر تطلع 11 اساسي وانت ما عندكش مشكلة لكن في النهاية انت برضو في جزء كبير جدا من اللعيبة اللي موجودة خبرات لعيبة لعبة وجهة سيمبا في تنزانيا قبل كده ودي نقطة مهمة جدا سيمبا التنزانيا على ملعبه فرقة بايخة فرقة متعبة وخصوصا انهم بيلعبوا كورة فانت عندك المنتخب هيلعب ان شاء الله بكرة الاثنين لعبتك ترجع التلات لعبتك ترجع القاهرة التلات وسيبك من قصة ديانج وعلي معلول لانه ديانج وعلي معلول ليهم قصة تانية ديانج صحيح بيلعب في السعودية ومعلوم بيلعب في اليابان لكن عودتهم طيران ان يجي القاهرة يعني فيها ليها وعليها زي ما بيقولوا لعبتك انت هترجع التلات اللي غالبا غالبا ما عنديش معلومة مؤكدة بس اعتقد يعني انه الاهلي ممكن نسبة كبيرة جدا يسافر التلات ايه لو ما كانتش التلات هيبقى يوم الاربع عنديش معلومة نهائية لسه ما جاتليش معلومة او ما تحددش بالنسبة لي او ما عرفتش الاهلي هيطير لتنزانيا امتى فانت بالتالي لعبتك جاية من معسكر من اجندة دولية اغلبهم شاركوا لعبوا مطشاط مع مطشين على الاقل مع منتخباتهم عندك رحلة سفر من مكان المطشاط دي اليابان السعودية الامارات للقاهرة وعندك رحلة سفر تانية من القاهرة لتنزانيا عشان تستعد تقريبا في اقل من يعني خلينا اقول لي رسميا 36 ساعة هي دي الفترة اللي تبقى متاحة للاهلي انه يحضر لمباراة او بالكتير اوي اوي يعني كنا تفقلين 48 ساعة اللي هما 4 و 5 وتلعب مطش الجمعة دي قصة بالنسبة لميستر كولر والحسابات اللي هو بيفكر فيها طبعا لمباراة الجمعة اللي جاية وهنشوف مع حضراتكم كل التطورات طبعا خاصة باللعب